رجلس الشورى الإيراني أعلن الرئيس حسن روحاني عن الميزانية العامة لبلاده للعام الجديد حيث حظيت قوات فيلق القدس والبرنامج الصاروخي بأهم أولويات هذه الميزانية ونقلت وكالة أنباء إيرانية بأن ذلك جاء بحسب أوامر المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يولي اهتماما بالغا في البرنامج الصاروخي الإيراني إلى جانب تبنيه الإشراف المباشر على العمليات العسكرية لجناح فيلق القدس في الخارج والذي يقع تحت قيادة قاسم سليماني تصريحات روحاني لتدعيم القوة الصاروخية وفيلق القدس ما هي إلا رسالة على أنهم مستمرون في تدخلاتهم في شؤون الدول الأخرى وتسليح الميليشيات لكي يتقاتلوا الشعوب فيما بينهم هذا من جانب أما الجانب الآخر داخليا هي غطاء للفساد المالي داخل مؤسسة الحكم الجلسة البرلمانية شهدت أيضا مشادات كلامية بين النواب إثر اتهام روحاني لحكومة أحمد نجاد بالتسبب في انهيار مباني مشروع مساكن مهر نتيجة الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد وأوعز روحاني السبب إلى وجود حالة فساد في المشروع وحصول غش في عمليات البناء أما تصريحات روحاني فيما يخص الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد أو السابق أحمد نجاد هي استمرار لمسلسل محاولات اعتقال أحمد نجاد لأنه بدأ بكشف الفساد وفضح ما يسمى بالقادة الإيرانيين بدءا من المرشد الأعلى ونزولا إلى رئيس الوزراء ومسؤولين نافذين في الحكومة الإيرانية وتعد تصريحات مسؤولي النظام سواء المرشد أو الرئيس روحاني أو قادة الحرس إصرارا بالاستمرار في دعم التجارب الباليستية ونشاطات فيلق القدس خارج حدوده والذي يعد خرقا واضحا لقرارات المجتمع الدولي التي جاءت على خلفية تقارير لمنظمات أممية كشفت عن استمرار النظام دعم ميليشيات الطائفية في بلدان المنطقة بتلك الصواريخ التي باتت تهدد أمن المنطقة برمتها